السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونرحب بكم الى برنامج كلام طيب واطيب الكلام دوما هو كلام الله رب العالمين ما زلنا نتحدث عن تنزيل القرآن الكريم حسب الوقائع والاحداث وصلنا الى السنة الخامسة للهجرة او للبعتة ما زال الاسلام غريب وما زال النبي الكريم يستلطف ساكنة مكة المكرمة لعلهم يدخلون الى دين الله افواشا طبعا كان المشركون يتعنتون ويستكبرون ويقولون بان محمد لم يتبعه الا اراذل القوم من العبيد ومن المستضعفين ومن الارامل والايتام والفقراء وقل قليل من الاغنياء ودوي الرأي الحصيف فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما غايته دوما هو ان يحبب الناس في خالقهم لان دور الانبياء تحبيب الخلق في خالقهم وكان يبدو الجهود كبيرة ربنا عز وجل كان يساعده وينزل عليه الايات التي تفتح الابواب في هذه اللحظة ستنزل صورة يعظم فيها الله تعالى ساكنة اهل هذا البلد تذكرون بالامس موضوعنا كان حول تفسير صورة التين لما تكلم الله عن الاديان كلها قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين ذكر المسيحية واليهودية والاسلام فتحدث عن جغرافية الاديان الكبرى التي ظهرت في التاريخ وهي المسيحية في التين والزيتون في فلسطين وطور سينين يعني اليهودية في طور سيناء بمصر وهذا البلد الامين يعني في مكة المكرمة بعدها سيفرض الله تعالى الحديث عن اهل مكة خاصة وسوف يعطيهم مقاما عاليا يفتخرون به ثم يذكرهم سبحانه وتعالى بنعمهم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فنزلت سورة قريش يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه السورة لما نزلت فإن مشركي أمكة صاروا يكبرون وصاروا يهللون لأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وامتدحهم الإنسان يحب من يمدحه ومن يتنى عليه خيرا حتى المشركين لما أتنى الله تعالى عن أهل قريش وأعطاهم صفة مباركة وصفة منعمة فرحوا لكن في خضم هذا الثناء أعطاهم أمرا التمس منهم أمرا ووعدهم بالخير إن اتبعوا هذا الأمر تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتأمل في مضمون هذه الصورة الصغيرة لكن فيها أسرار كبيرة قال تعالى لإلف قريش قريش هي كناية عن قبيلة القبيلة التي ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقريش باللغة من تقرشة معنى تكسب بمعنى أنهم يتكسبون هم وجدوا في منطقة سحراوية قاحلة ليس فيها تجارة ولا فيها زراعة ولا فيها صناعة منطقة قاحلة سحراوية محاطة بسلاس الجبلية ما عندهم لا فن في الفلاحة ولا فن في الصناعة ولا أي شيء ومع كل هذا كانوا يتكسبون يتقرشون فسموا قريش يعني أنهم كانوا دوما عندهم المال الوفير قبل الإسلام كان عندهم المال الوفير والخير الكثير هذا المال من أين أتاهم بباركة أن في أرضهم بيت الله العتيق أن الله تعالى جعل في مكة المكرمة فيها الكعبة المشرفة وكل من كان قريب من الكعبة المشرفة أغناه الله هذه قاعدة منذ زمان فيقول الله تعالى لإلاف قريش ما معنى لإلاف الإلاف هو الاجتماع يعني قريش كانت تتجمع حول الكعبة المشرفة بخلاف بقي القبائل كانت دائما متناترة كانت متفرقة فيقع لها الإغارة من طرف القبائل الكبرى أو من طرف قطاع الطرق فتتعرض للأذى ويسبى النساء ويقتل الرجاء وييتم الأطفال أما قريش فلا لا أحد يستطيع أن يقترب منها لأن ربنا عز وجل جعلهم مؤتلفين وفي الاتحاد قوة أما التفرقة ففيها ضعف وفيها هوان وبالتالي فيها ضياع قريش كرمهم الله سبحانه وتعالى منذ زمان وأعطاهم رحلتين كل ما عندهم هو الرحلة ما عندهم أي مهمة أخرى سوى أنهم يرحلون من أجل التكسب في العمل التجاري لهم رحلتين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف الرحلة الأولى في الشتاء كانت تكون في اتجاه اليمن في الجنوب يذهبون إلى اليمن واليمن كانت معروفة بأنها منطقة فيها صنعاء وفيها حضارة وهي مملكة بلقيس الملكة التي كانت مع سيدنا سليمان عليه السلام اليمن التي نتحدث عنها ليس هي اليمن اليوم اليمن الممزق بالحروب اليمن التي صارت في وضعية مهترئة اقتصاديا واجتماعيا والسياسيين وأمنين وعسكريا لا اليمن كما كانت أيام زمان كانت عاصمة من العواصم العالمية فيها الصناعات وفيها الزراعات وفيها الخدمات وفيها أنواع كثيرة من الخيرات فكادت قريش تنظم رحلة في القوافل إلى اليمن في الشتاء وتتبضع من هناك تأخذ التجارات الأتواب تأخذ السيوف اليمنية تأخذ العطر تأخذ مجموعة كبيرة من الخيرات ومن المكرمات أما في الصيف فكانت ترحل نحو الشمال تذهب إلى إلى الشام الشام بمعنى سوريا والأردن وفلسطين ولبنان كلها كانت تسمى الشام معهم العراق أيضا فكان كل صيف يرحلون إلى الشمال تجاه الشام والشام أيضا كانت معروفة أيضا بخيرات كثيرة كان فيها الأتواب فيها العطور فيها السيوف الشامية وفيها خيرات التي أدوى تحصى فكانوا يشتبون هذه البضائع يتبضعون ويتكسبون من خلالها ويبيعون ويشترون وكانوا يأتون بها إلى أين إلى مكة المكرمة بحوالي في حدود الحرم الشريف كانت هناك عدة أسواق تجارية لأن الحرم الشريف كان مقدسا منذ زمان قبل الإسلام الناس كانوا يحجون وربنا عز وجل أكرم هذا البلد رغم أنه قال فيه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فمكة المكرمة وما حولها أي واد لكنه جاف بواد غير ذي زرع ما فيه زروع قاحلة وسيدنا إبراهيم الخليل دعا لمكة حينما أمره الله تعالى بإعادة رفع قواعد البيت هو وابنه إسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سيدنا إبراهيم دعا دعوة وكان آنداك متخشعا فماذا قال قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من التمرات من آمن بالله واليوم الآخر دعا دعوة عظيمة قال يا رب هذا البلد اجعل فيه الأمن والأمان والسلم والسلام وقال وقال يا رب ارزقه الخيرات والبركات فبفضل هذه الدعوة من إبراهيم الخليل عليه السلام فاضت الخيرات على مكة وما حولها وصار فيها الأمن والأمان والسلم والسلام رب اجعل هذا بلدا آمن وفي أي أخرى رب اجعل هذا البلد آمن بالتعريف وبالتنكير وارزقه من الثمرات اعطيه الخيرات والبركات من آمن بالله واليوم الآخر فربنا استدرك وقال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فكان الخير يجب إلى مكة المكرمة وكانت قريش تتنعم والناس كانوا يهابونها كلما عرفوا بأن قفلة تنتمي لقبلة قريش أينما كانت في اليمن أو في الشام أو في العراق فإنهم يحترمونها وتمر من غير أن تؤدي مكوس ولا ضرائب لماذا فقط لانتمائهم للكعبة المشرفة حتى إلى اليوم اليوم إذا رأيت إنسان بأنه يسكن بمكة المكرمة تحترمه وتعزه وتوقره هكذا كانوا أيام زمان وهم كانوا يعتنون بالكعبة حتى في الجاهلية لماذا ربنا عز وجل نكرمهم لأنهم كانوا يعتنون بالبيت العتيق فكان عندهم ما يسمى بالحجابة وهناك عندهم الرفادة واللواء والمفتاح مجموعة وظائف كانت عند قريش كلها خدمة للكعبة المشرفة فأما المفتاح معنى عندهم مفتاح الكعبة يدخلون إليها كانوا ينظفونها ويعطرونها لكن وضعوا فيها الأصنام وكان عندهم الرفادة الرفادة هي مطاعم مجانية كل من دخل إلى المكة المكرمة وأراد أن يحج فكانوا يطعمون الناس الطعام موجود كانت القبائل الكبرى والأسياد والأعيان كانوا يطبخون الطعام الكثير ويقدموهم للناس الزوار الرفادة تسمى وكان عندهم الأسقايا السقايا يعني عندهم بئر زمزم فكانوا عندهم غلمان يقومون بسقي الماء ويعطونه للناس مجانا هذا من باب الكرم وكانت قريش افتخر بأن عندها المال وعندها الجاه وعندها الكرم الكرم أعاد أعظم صفة من صفات الإنسان وربنا عز وجل أيضا من أعظم صفة الله الكرم إن الله كريم يحب الكرم وتخلق بأخلاق الله وخير أخلاق الله الكرم فكان قريش قبل الإسلام فيها الكرم وفيها الجود وفيها العطاء كان عندهم السقايا وعندهم المفتاح والرفادة واللواء اللواء يعني أنهم يرفعون اللواء مكة المكرمة هي الراية التي تشعر بأنهم ينتمون إلى هذه القبيلة فربنا عز وجل لماذا يتكلم عن كل هذه الأمور أراد أن يذكر الناس بأنه لماذا ربنا اختار قريشا وبعت منهم نبيا لماذا لأنكم يا قريش أنتم أفضل الخلق أنتم أفضل الخلق في ذلك الزمان ماذا كان في ذلك الزمان كان هناك الغساسين والمنادرة حولهم دولتين عظيمتين الأولى تسمى الغساسينة والثانية المنادرة كانوا على الشرك وكانوا على الضلال وكانوا على الحريات الفرضية يفعلون ما شاء وكان حولهم إمبراطوريتين عظيمتين إمبراطورية الفرس كانت في الشرق وإمبراطورية الروم كانت في الغرب فالفرس لهم كتسموا الآن إيران وما حولها كانت دولة عظيمة تعبد النيران المجوسية والروم كان في اوروبا يعني في ايطاليا وما حولها كان عندهم الديانة المسيحية التي ترومت عوض ان الروم تتمسح بل المسيحية ترومت وكان اندماج بين المسيحية والوتنية وصال هناك اعتحريف وتغيير وتبديل لدين المسيحي عليه السلام فلم يكن هناك على اهل الارض من عابدين كانوا قريش رعما شركهم كانوا اكثر الخلق عبادة للرحمن والاقرب للرحمن اما في افريقيا فكان هناك اناس يعيشون بدائيين وفي العوالم الاخرى كان هناك همج وعوام لكن ربنا لماذا اختار قريش لان ربنا عز وجل لما نضرب في الخلق وجد بان اقرب الخلق ممكن انهم يعتنقوا الاسلام ويحافظوا عليه ويدافعوا عنه هم قريش لهذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مسامع قريش كان يقول لقد فضلكم يا اهل قريش عن الخلق بسبعة خصان وهو ان فيكم جعل الكعبة المشرفة وفيكم جعل الله النبوة وانا كنت فيكم واعطاكم الرفادة والسقاية واللواء ونصركم عن ابراه الاشرم في عام الفيل وانزل عليكم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فقريش مفضل معظم كل هذا الكلام لكسب قلوب قريش لعلهم يرتدعون ويعرفون قيمتهم وان الله تعالى لا يريد بهم إلا الخير في تتمة الآية ماذا قال ربنا عز وجل هنا مربط فرص لماذا كل هذه المقدمات الرحمن سبحانه وتعالى إذا أرد أن يأمر فإنه يبدأ بمقدمات لينا وكأنه يفتح القلوب وكأنه يماهد الطريق وكأنه يجرك إليه يأخذك إليه أخدا طيبا لكي يوصلك للغرض ما هو الغرض هي أنك تحتنق الدين وتعبد الرحمن فماذا قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت هذا هو المقصد يا أهل قريش ربنا كرمكم جعل فيكم نبيا وفيكم وضع الكعبة المشرفة ونصركم على إبرها الأشرم وكنتم متفرقين فألف بينكم لإلاف ألف بينكم وكنتم فقراء فأغناكم وأعطاكم الخير وكنتم خائفين فأمنكم بعد كل هذه النعم ألا تعبدون ربكم ألا تشكرون ربكم فليعبدوا رب هذا البيت أمر بالعبادة أمر بالخضوع أمر بالامتتال فلما تعبد رب هذا البيت فإن رب البيت يحميك رب البيت يرعاك رب البيت يكرمك رب البيت يعطيك خيري الدنيا والأخرة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يذكرهم سبحانه ربنا أطعمكم من جوع كنتم فقراء كنتم جوعاء كنتم عرات كنتم تمدون أياديكم فأغناكم الله وجعل أياديكم هي العليا أعطاكم المال الوفير أعطاكم الخير الكثير أذكروا نعمة الله عليكم الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف ربنا دار الحرم يسمى الحرم المكي لا أحد يستطيع أن يدخل إليه ليؤدي الكعبة أو يؤدي من حوله وكل من سولت له نفسه أنه يؤدي مكة أو ساكنة مكة أو أهل مكة فإن الله عنده جنود السماوات والأرض يفعل به كما فعل مع إبره الأشرم الذي استقدم ألفيل فأرسل إليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة مسجيل فجعلهم كعصف ماكول هكذا ربنا عز وجل يحدث قريش ويقول لهم عليكم أن تمتثلوا لأمر هذا الدين وتخضعوا لما نزل من القرآن وتكونوا مع النبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي باعته منكم من دمكم ومن نسلكم ومن أصلكم أن تسيروا معه وسوف تفوزون وسوف تكون لكم الكلمة في العالم وسوف يكون لكم التعظيم والتكريم وهكذا كان فيما بعد إن شاء الله تعالى سوف تسلم مكة المكرمة ولكن متأخرا حتى عام الفتح يعني هذه الآية نزلت في القرن الخامس لألبعت أما أهل مكة لم يسلموا كلية إلا في عام الفتح يعني في سنة تاسعة للهجرة يعني بعد مرور حوالي خمسة عشر سنة عاد سعاد يسلموا لو أنهم أسلموا منذ البدء لكان خيرا لهم هذه الصورة المباركة يقول فيها المفسرون والباحثون عن أسرار القرآن يقولون وإن كان ربنا يتحدث عن قريش وأهل مكة لأن نعطم هذا النعيم فإنها عامة لكل من يعبد رب هذا البيت ولو كان في غير مكة قد تكون في إندنيسيا أو تكون في سنغافورة أو تكون في مدى عشقر أو تكون في باريز أو تكون في موسكو أو تكون في برلين أو تكون في المغرب أو تكون في أي بلد العالم لكن تعبد رب هذا البيت أنك من العباد الذين يتوجهون إلى الله بالعباد والخضوع والخشوع فإن ربك يعطيك هذا النعيم هذا وعد قال بعض الصالحين حتى الأفراد أي فرد شعر بالخوف إذا كنت تخاف من دي سلطان شرطي دركي تخاف من قاض تخاف من رجل السلطة تخاف من رئيسك في العمل تخاف من زوجتك تخاف من أي مخلوق إذا أردت أن لا تخاف اقرأ هذه الآية وهذه الصورة بالضبط فليعبد رب هذا البيت لدي أطعمه من جوع وآمنه من خوف وآمنه من خوف وآمنه من خوف والله لن تخاف أي مخلوق سوى الخالق عز وجل ودك لك خوفك دك لك ذلك الرعب ربنا عز وجل إما أن يهديه للطريق المستقيم كما فعل مع أهل القريش حينما حبب إليهم الإيمان ودخلوا في الإسلام أفواجا وإما أن الله تعالى يزيعه عن طريقك ويجعل له خلق أو اهتمام آخر أو انشغال بعيدا عنك وينصرف عنك كذلك من شعر بالجوع إنسان شعر بالجوع يريد الطعام لكن ما عنده طعام فمجرد أن يقرأ هذه الآيات الله تعالى يهيئ له الرزق الوفير أنا أذكر مرة كنا في مكة المكرمة وانقطع بنا السبيل كنا واحد مجموعة دي الحجاج المغاربة وكان الفندق عنا بعيد عندنا المال الحمد لله لكننا كان بعيد عنا في الفندق وكنا نحن نسي في أرض مكة نكتشف غار حراء ونكتشف ونفتشف فما وجدنا عندنا مال ضاع منا وجاء وقت الطعام وشعرنا بالجوع وبدأ بعضهم يضربوا أخماسة في أسداس قلت لهم لا عليكم اقرأوا سورة القريش ربنا هو الكريم وصرنا نقرأها كان أحدهم يسخر مني يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فبدأنا نقرأ لإلاف قريش نيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ونحن نقول هذا الكلام فإذا ب ما هي إلا وقت وجيز إذا بشاحنة كبيرة مر فيها سبيل سبيل طعام وفير أنتم مغاربة حالو خذوا ما شئتم مشروبات ولحوم وفواكي وخيرات حتى أكنوا وأخذنا مننا لأصحابنا صديقي الذي كان يسخر مني صار يبكي يبكي والدموع تنهر على عينيه وصدق رب العزة ومنذ أن حفظنا هذه السورة ورددناها والله ما شعرنا بجوع ولا شعرنا بخوف الخير في كل وقت وفي كل زمن فهذا ليس خاصا بالأفراد حتى بالدول أي دولة تعاني من أزمة اقتصادية تعاني من الجفاف تعاني من أزمة الأمن الغدائي تعاني من المديونية الخارجية تعاني من قلة الأمن أن هناك انفلة أمني وعدم استقرار وهناك قناقل وهناك تهديد بالإرهاب كل هذا سوف يزول إذا كان أهل هذه البلدة يقرؤون هذه الآيات فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا وسائر بلد المسلمين أسأل الله تعالى أن يكرمنا بخيراته وبركاته وأن يعمم علينا الأمن والأمان والسلم والسلام ويحفظنا في ديننا وفي أوطاننا وفي أرزاقنا قلوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله